وللمزيد معي في الستوديو الخبير الاقتصادي الدكتور ناجح العبيتي أهلا بك دكتور ما رأيك في مثل هذه الورشات التي تقدمها بعض الشركات لتلاميذ المدارس؟ هل يمكن القول أنها مجدية في مثل هذه السن أو أن هذه العملية مبكرة قليلا؟ أنا أرى هذه المبادرة جيدة يمكن من خلالها تحضير الجيل الشاب للحياة العملية وأيضا تعريفهم بفرص وفوائد الاستثمار ولكن أيضا بالمخاطر التي تنطوي عليها القرارات الاستثمارية حتى الآن في ألمانيا الإسلوب السائد للاستثمار هو الحسابات للإدخار والوداع المصرفية الثابتة وطبعا هذه غير مجدية لماذا؟ لأنه نسبة الفائدة عمليا تقارب الصفر ولا تفيد في التوفير وفي الإدخار للمستقبل وبالتالي لابد للبحث عن أساليب أخرى ممكن تأتي بأرباح أفضل وفي نفس الوقت طبعا تضمن حياة لائقة في الفترات المستقبلية وفي نفس الوقت تعطي دفعة للنمو الاقتصادي طيب دكتور هناك اختلاف كبير الآن في طرق استثمار الناس لأموالهم في الولايات المتحدة بالمقارنة في ألماني هل يمكن توضيح هذا الأمر وتفسير لماذا هذا الاختلاف؟ بالفعل هناك فارق كبير في السلوك الاستثماري بين الولايات المتحدة وألمانيا في ألمانيا يسود مبدأ الحيطة والحضر يركزون على الضمان لذلك يستثمرون في الحسابات البنكية وفي سندات الحكومية في الولايات المتحدة النظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي مختلف هناك اعتماد أكبر على المبادرة الشخصية على المبادرة الخاصة وهذا ينطبق أيضا على المستثمرين الصغار ولو نأخذ مثل بسيط يعني على سبيل المثال التقاعد في الولايات المتحدة نسبة التقاعد الرسمي تقل أقل بالمقارنة بألمانيا وبالتالي طبعا هذا يفرض على الكثيرين أن يبحثوا عن فرص أخرى للاستثمار لكي يضمنوا لهم حياة لائقة في فترة التقاعد وهنا يركزون على الاستثمارات في الأسهم وفي شركات توظيف الأموال بل وحتى بعض الشركات تقوم بمنح موظفيها أسهمها كمساهمة منها في التأمين التقاودي دكتور كيف يحصل المرأة على معلومات عن الطريقة المثلة للاستثمار إن لم تكن لديه الخبرة الكافية؟ يعني طبعا الإنسان العادي لا يمكن أن يذهب إلى البورصة ويشتري أسهم يعني هناك لابد أن يستعين بجهات وأشخاص متخصصين في هذا المجال طبعا الوسيلة المنتشرة هي وعن طريق البنوك في معظم البنوك هناك قسم يدعى investment banking يعني المتاجرة بالأسهم والسندات وبإمكان أي واحد عميل للبنك يذهب إلى هذا القسم وهم يعطيه المشورة لكي يعني يستثمر أمواله في طرق مضمونة نوعا ما وطبعا هناك أيضا خبراء ماليين يقومون بهذه المهمة وإذا طبعا من الممكن أيضا أن يلجأ الأمر إلى الوسطاء والسماسر الماليين الذين يعملون مباشرة في البورصة وبإمكانهم أيضا أن يقدموا المساعدة لمثل هذه القرارات الهامة طب دكتور هل هناك عوامل محددة يجد مراعاتها قبل الإقبال على مغامرة الاستثمار؟ طبعا هناك لابد أن نوازن بين المخاطرة ونسبة الأرباح عادة نسبة الأرباح تكون أكثر عندما تكون المغامرة عالية وهذا ينطبق طبعا أيضا على الاستثمارات في الأسهم والاستثمارات في الشركات وغيرها وبطبيعة الحال على كل واحد أن يوازن بين هذا الشيء عندما يعني هناك جهة تروج لأرباح كبيرة يجب أن يعرف بأنه هناك أيضا احتمال أكبر للخسارة نعم دكتور ناجح العبيدي الخبير والقتصدي شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح شكرا جزيلا لك